عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريد الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة قيمة المرأة في الإسلام قيمة المرأة كيف كان يتعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المرأة لها حضور قوي ومؤثر في الحياة النبوية وعنى لما أقول الحياة النبوية معنا هي المعيار والميزان الذي نحكم به على صوابية المواقف والأفعال من عدم صوابيتها يعني لأنه هو المثل الأعلى وهو القدوة صلى الله عليه وسلم ليس التقاليد ولا العراف ولا ولا إلى آخر ولا المزاج ولا الطبع ولا التربية حسن التأسي به عليه الصلاة والسلام في جانب التعامل مع المرأة المرأة الزوجة المرأة البنت والصحبيات كنا متلقيات للرسالة وعاملات بها وحاملات لها ولذلك كان التعامل النبوي مع المرأة يعتبر نقلة كبيرة في التعامل المجتمعي مع المرأة كان الوحي المنزل والهدي النبوي في التعامل يستن طريقة أو طريقا آخر يجعل المرأة أو للمرأة مكانتها ويفعل دورها ويحفظ حقوقها ويرفع منزلتها فإذا القرآن يتنزل بمساواة المرأة بالرجل في العمل والجزاء في العمل والجزاء فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى يعني متساوين في العمل والجزاء بعضكم من بعض طيب ويأتي الهدي النبوي مؤكدا هذا المعنى عندما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في السنن إنما النساء شقائق الرجال وكان صلى الله عليه وسلم في هديه وفي تعامله مع النساء يفعل هذا الدور ويؤكد هذه المكانة ويسعى بل عليه الصلاة والسلام قام بتحرير المرأة من كثير من عوائق الإرث المجتمعي الجاهلي وهذا ما يتجلى نحن في هذه الحلقة في مواقف كثيرة في الهدي النبوي مع المرأة النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة أولا تجد الهدي النبوي أنه كان عليه الصلاة والسلام يخالف عادة قومه قريش في التعامل مع النساء يعني كانت قريش بخاصة والعرب عامة لا يرون للمرأة رأيا ولا مشورة لا عند رأي ولا مشورة وهذه نظرة جاهلية إنما هي تابعة للرجل فيما يرى بل كانوا يزدرون دورها ومكانتها فكانوا يقولون نصرها بكاء وبرها سرقة نصرها بكاء وبرها سرقة فجاء هنا التعامل النبوي الكريم على غير هذا العرف الاجتماعي الجاهلي ليش؟ ليرفع من مكانتها ويجعل لها رأيها ويعني يعتبر مشورتها عمر بن الخطاب يروي كما في الصحية يقول والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء عمراء حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال عمر فبين أنا في أمر أتأمره في موضوع خاص بي وزوجتي بجنبي إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا هو قاعد بحل المشكلة في حوشة الشيء خاص به فقالت له ديرهكي وديرهكي لو صنعت كذا وكذا قال عمر فقلت لها ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في أمر أريده إيش علاقةك أنت يعني إيش خشك في الموضوع من أم تتكلم أنت من أم تتكلم أصلا فقالت له زوجه عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة زوج النبي وأم المؤمنين وابنت عمر قالت إن ابنتك لتراجع وتناقش وتأخذ تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فعمر استغرب فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة ذهب إلى حفصة فقال لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه نخش فيه نأخذ يزعل ومشي الأمور والحديث البخاري ومسلم هذا يا إخوة من دلائي نبوتي فإنه لم يعني يعني يسر على النظام الاجتماعي في قوم ما سرش عليه يعني ما سرش عليه لم يسر على هذا النظام الجاهلي لماذا؟ لأنه يستمد هديهم من الوحي الإلهي وليس من الأرث الاجتماعي والعداد ولذا خالفهم عليه الصلاة والسلام في طريقة التعاون مع المرأة فعاملها بما يليق بفطرتها وإنسانيتها ومكانتها صلى الله عليه وسلم وأيضا تنظر للسيرة كيف كان عليه الصلاة والسلام يقبل رأي خديجة أول ما نزل الوحي عليه في غار حراء ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن النوفل وأسمعته كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ منه ما أسكن فؤاد النبي وهدى من روعه وخوفه انظر إلى قبوله لمشورة أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤنين أم سلمة تقول يوم الحديبية كما في حديث المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية تم الصلح قال لأصحابه يوم الحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا قوموا انحروا خلاص ما صارش منها العمرة والعمرة في السنة الجاية واحلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل كما يروي الحديث المسور ابن مخرمة حتى قال ذلك ثلاثة مرات عندهم أمن بكر غير راية فلم يقم منهم أحد فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك يعني تبهم يعني ينحروا ويحلقوا ويحلوا من إحرامهم قالت يا رسول الله أتحب ذلك شوف العقل اخرش أنت ثم لا تكلم أحدا منهم ثم تنحر بدنك الهدي اللي جيب معه الجمال وتدعو حالقك الحلاق فيحلقك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع راية فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ونحر بدنه ودع حالقه فعلقه فلما رأى ذلك الناس قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كذا بعضهم يقتل بعضا غمما هنا تلاحظ أنه عرض الأمر المتضايق مننا في شأن في الدولة التعامل مع الناس عرضه على أم سلمة عرض عليها حال الناس وبثها معاناته يعني هذه الشك والشكاية والاستشارة ولذلك بادرت أم سلمة بإبداء رأيها ثم نرى حسن تلقي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المشورة وحسن عمله بها وبالغ أثرها على النس فكان عليه الصلاة والسلام يشاور على غير العرف الاجتماعي أن لا رأي لها ولا مشورة الأمر الثاني في الهدي النبوي تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر المرأة أو إشعار المرأة بمسؤوليتها وأيضا مشاركتها في العمل لدينها وهذا الدور يعني يظهر أن أول من أسلم وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم من خلق الله كلهم إنسهم وجنهم رجالهم ونسائهم من هي أمنا خديجة أول من أسلم هي امرأة حتى يشعرها بالمسؤولية فهي أول من يعني تتلقى الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من احتفى باستقبالها وآمن بها الرسالة وناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وناصر الرسالة وكذا كان السابقات المؤمنات آمنا بالدين عن قناعة راسخة وليس استتباعا أو تقليدا ولذا تحملنا المسؤولية وتصدينا للبذل والتضحية من أجل دينهن فكنا المهاجرات المجاهدات الصادقات الصابرات المحتسبات أنظر إلى ما يوضح ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أبي موسى الأشعر يروي حديثه لأنه رجع من الحبشة قال دخلت أسماء بنت عميس زوجة جعفر رضي الله عنه على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة لها وكانت قد هاجرت وكانت قد هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء أسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت حفصة أسماء بنت عميس فقال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء نعم الحبشية أولي جاء بالبحر بعدما رجعوا الحبشية البحرية قالت أسماء بنت عميس نعم فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن عمر شوفت الآن قالت له سبقناكم بالهجرة هاجرنا مع الرسول وأنتم قاعدين في الحبشة فنحن أحق بالرسول الله منكم فغذبت أسماء بنت عميس وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة بعيدا وذلك في الله ورسوله في سبيل الله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزغ ولا أزد اللي قد تنقول لا لا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا وأخبرت ما قال عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة لاحظ ماذا قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق منكم له ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرة هذا يبهرك موقف أسماء يعني هذا إن دل لدل أنها كانت تؤدي دورها بوعي كامل لمسؤوليتها وبفخر لقد كان يمكن لأسماء أن تجيب عمر قائلة يعني أن ذهبت مع زوجي يوما ذهب وعدت مع زوجي يوما عاد أنا مشي مع زوجي وينما يمشي في جرد مشي معه ذلك لو كانت لا تؤدي دورها كانت تؤدي دورها كتابعة لكنها واجهت عمر مواجهة الواثقة المتشبعة بما عملت ولشدة يقينها أقسمت أن ترفع ما جرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعلت كل ذلك دليل على غاية الوثوق بأهمية الدور الذي قابت به مع زوجها جعفر رضي الله عنهما إن هذا يكشف أيها الأخوة يكشف أن المرأة كانت شريكا حقيقيا في مشروع الدعوة مشروع الدعوة النبوية ليس كان مقتصرا على الرجال بل كانت المرأة لها دورها وكانت متشبعة بقناعاتها واعية بدورها ولذا كان عطاؤها عطاءا كثيرا طيبا مباركا فيه وما كان ذلك ليتم لو كانت تعيش بعض حالات التهميش والإقصاء والاستتباع تبع زوجها وخلاص لا لكانت أدي دورها والنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع مقالة عمر لأسماء لم يسرع بالجواب لاحظ إنما سألها وماذا قلت له رديت عليه ولا فما قلت له قال قلت له كذا وكذا فأجابها مقررا لما قالت ومؤكدا له وهذا نعمل التربية النبوية لبناء الثقة في الذات وإظهار اعتبار رأي المرأة فهنا لاحظ يعني النبي الهدي النبوي كان يعني إشعار المرأة بمسؤوليتها ومشاركتها للعمل لدينها ماذا قلت له ردت عليه تربي على الثقة وأقرره وأكد على ذلك عليه الصلاة والسلام خذ خذ مثلا آخر خبر هجرة أم سلمة أم سلمة قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة أول مهاجر ما نعني أهلي بنو المغيرة قالوا والله منك لحك زوجك وأخذ بنو أسد اللي هما رحط أبي سلمة أخذوا ابني سلمة وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة في سبيل الله سيب زوجت وعيانه عد خلاص وابنها خذوه رحط قوم عشيرت عائلت خذوه قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني أم سلمة رضي الله تحكي قعد زوجي سيب وابني خذوه مني قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس بالأبطح خارج مكة فما زلت أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها سنة كاملة أو قريبا من السنة كل يوم تطلع فاقد زوجها وابنها مش معها قالوه أهلا ما عطوش البوه قالت فمر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها فقالوا لي الحقي بزوجك إن شأتي خلاص الحقي بزوجك قالت ورد بني أسد إلي عند ذلك ابني أهلا قالوا لعدي وبني أسد إذنهم أرهت أبي سلام ردوا لها ابنك قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري في كتري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وحدها قالت وما معي أحد من خلق الله سبحان الله شوف المرأة دورها في سبيل الله فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي بيك نجحت في الطريق حتى إذا كنت بالتنعيم خارج مكة ومقات أهل المكة لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخبني عبد الدار فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية هي هند بنت أبي أمية قالت فقلت أريد زوجي المدينة قال وما معك أحد أو ما معك أحد قالت لا والله ما معي أحد إلا الله وبني هذا قال والله ما لك من مترك يعني والله ما تسيب تعدي فأخذ فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه حتى أقدمني المدينة فلما نظر إلى قرية بني عمر بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية وكان أبو السلام نازلا بها فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة يعني شفها المرؤة بالله عليك وشفها الصبر وصلها 450 كيلو وغلت في نفس اللحظة هذا الصبر والمصابرة كانت قناعة من أم سلام بالدين وصبرا على الشدائد فيه وشعورا عميقا بانتمائها لهذه الرسالة العظيمة ولذا تأثرت بمنعها من الهجرة سنة كاملة أو قليل وهي تخرج كل يوم تبكي متأثرة ثم غامرت بهذا السفر البعيد وحدها لماذا لتشارك زوجها الهجرة وتنال شرف ما ناله زوجها طبعا لما كانت لتقدم على ذلك وتتحمله لولا لولا يقينها بإيمانها ولولا تحملها لمسؤولية دينها فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر المرأة المسلمة بالمسؤولية في المشاركة لنصرة هذا الدين والتضحية من أجل الدين أيضا وهذا الأمر الثالث في الهدي النبوي كان عليه الصلاة والسلام يفتح المجال للتعبير عن الآراء يعني أما كانوا في الجاهلية وفي بقايا الجاهلية حتى في يومنا هذا يقول لك لا رأي لها ولا مشورة من شورهاش لا الهدي النبوي كان يفتح المجال للتعبير فتح أفاق الحوار وإبداء الرأي فيما يعني يلقيه إليهن وكان يتصدى للجواب عليه الصلاة والسلام عن أسئلتهن وآرائهن أمام الملأ أمام الناس بحفا وترحاب بحيث يعني جرأت النساء والفتيات أن يقفن أمامه ويسألنه ويعني يبدينا أراءهن بنصع ووضوح فيما يقول لهن عليه الصلاة والسلام خذ حديث جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يقول شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما صلاة صلاة العيد فبدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء المكال في النساء حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن قال تصدقن فإن أكثر كن حطم جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سطة النساء أي هي ليست من علية النساء سفعاء الخدين قامت امرأة من سطة النساء يعني مش من علية النساء من علية القوم وشكلها سفعاء الخدين السفعة هي نوع من السواد ليس بالكثير وقيل هو سواد مع لون بهد في خدودها فقالت لماذا يا رسول الله وهو قال تصدقن فإن أكثر كن فإن أكثر كن فإن أكثر كن حطب جهنم فهي قامت المرأة بكل جراق لماذا يا رسول الله قال لأن كن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير والزوج قال جابر فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن هذه المرأة التي وصفها جابر رضي الله عنه أنها من سطة النساء يعني ليست معروفة ولا مشهورة لكن كانت تجد الجرأة لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السؤال تسأله يعني بين الناس بلا إحراج ولا تهيب فيتلقى نبيك صلى الله عليه وسلم سؤالها واستشكالها بحفاوة ويفصل لها الجواب جواب ما سألت عنه لماذا يا رسول الله ويبين لها السبب ويحذره من هذه القصال التي تسبب دخول النار تكثرنا الشكاء وتكفرنا العشير وكان من أثر هذا التفاعل بين النبي وبين هذه المرأة سفعال خدين من سطة النساء هي المبادرة وهذا التفاعل التفاعل النساء والمبادرة بالصدغة تصدقنا من الحلي الذي كنا يلبسنه أبو هرير رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم قال مجالسكم مجالسكم ها هنا ها هنا يعني كل واحد كان في مكانة مجالسكم مجالسكم ثم قام حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أسمع شوف ثم أقبل على الرجال وقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألق عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم يا رسول الله قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وكذا فعلت كذا يعني يتحدث بما يفعل مع زوجة في العلاقة الخاصة هذا واحد قليل الحياة قال فيه وحدين لما يقعد يجي الليل وقعد ما أهله في اللقاء الخاص وبعدين في الصباح يجي يحكي شن داره فسكتوا فأزم القوم ما فيش حد تكلم ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على النساء قال هل من كنا من تحدث قال مثل ما قال الرجال ثم قال هل من كنا من تحدث يجي مع النساء تقول فعلت كذا كذا مع زوجي فسكتنا فقال أبو هريرة فجثت نزلت على ركبها فتاة كعاب شابة على إحدى ركبتيها وتطاولت وتقول ليراها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها وتقول يا رسول الله يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثنه فقال شف هذه فتاة كعاب صغيرة قامت على إحدى ركبتيها وتتطاول بشي النبي شوف وخيف بشي بشي رفعت صوتها يا رسول الله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن بهذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة في الشارع فقضى منها حاجته قضى منها حاجته والناس ينظرون إليه الشاهد جرأة هذه الفتاة جريئة على ما لم يجر عليه الرجال ولا النساء والنبي على صلى الله عليه وسلم استقبل مشاركتها بل وأسس عليها على هذه المشاركة بقية حديثه حينما قال أتدرون ما مثل ذلك إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في قارعة الطريق في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه معنى قبل هذه المشاركة وهذه الفتاة لم تخشى أن تتعرض لتعنيف أو لتوبيخ ولم تتجرأ الفتاة هذه الجرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع المسلمين إلا أنها رأت سوابق وواقعات حصل فيها نحو من ذلك من مخاطبة النساء للنبي عليه الصلاة والسلام ورأت من حسن تلقيه عليه الصلاة والسلام من النساء ولذلك تجرأت وهي الفتاة الصغيرة العرب والكعاب لتقول ما لم يجرء الرجال والنساء على قوله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل يعني المشاركة المشاركة النساء يعني يفتح لهن مجال التعبير عن الرأي والمشاركة والحوار بالإثارة وأعطاهني الشجعة للتعبير عن رأيها كما فعلت هذه الفتاة ثم الأمر الآخر الرابع في الهدي النبوي النبي والمرأة أن عليه الصلاة والسلام كان يستقبل مبادرات النساء بحفاوة وتفاعل لأنه يكون مرأة يعني عندها فكرة عندها رأي حتى بدون ما يطلبنا هي نفسها تتقدم تعطي رأيها يستقبل عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تتخذ لك منبرا يحمل عظامك فإن لغلاما نجارا هو كان إذا خطب خطب عليش على جذع النخلة يعني اتكع على جذع النخلة بجنبه فجدتها فكرة مش قالت لا ولجاه جران قالت لا يا رسول الله وهذا حديث صحيح البخاري وأيضا في السنن قالت يا رسول الله ألا تتخذ لك منبرا يحمل عظامك فإن لي غلاما نجارا عند غلام نجار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلأي شئتي يا سلام قال جابر فاتخذ له منبرا مرقاتين يعني درجتين الشاهد من هذا الحديث شنو أن هذه المرأة بادرت بهذا الاقتراح سبحان الله لم يمنعها وجود أبي بكر ووجود وعمر وجلة الصحابة رضوان الله عليهم موجودين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعها ذلك أن تقدم اقتراحها ومبادرتها بل كان لها السبق فكان المنبر الذي عملته للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأثر الذي بقيت آثاره يعني نحوا من سبعمائة سنة كما أن كل المنابر في مساجد المسلمين بعد ذلك هي ثمرت هذه المبادرة المباركة وثمرت الصحابية السباقة إلى هذه السنة فكان يقبل مبادرة وانتسأل نفسك من الذي غير المجتمع حتى أنها تحطي رأيها وتبادر والتكلم هنا في تغيير في قيم جديدة في مصدر للتلقي غير حياتهم في دين سماوي ووحي يقدر لكل واحد مكانته ومنزلته ولا في احتقار ولا لا 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 رأي ولا مشورة لا كل كل يعني كل ضاع هذا كل امام المنظومة الجديدة بل عليه الصلاة والسلام ايضا من 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 حفاوته ودور المرأة وهذه النقطة الخامسة انه كان له يعني تخصيص مجالس له مع النساء ان مرات قدام الرجال عندنا اشياء خاصة فهو رسول الله وابو المؤمنين جميعا فكان يخصص لهن مجلسا خاصا بناء على طلبهن كما في حديث ابي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما من نفسك ما اش حصلنا حتى احنا بقرعتنا حتى احنا بنجمعز حتى احنا عندنا ولا كيف غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما من نفسك سبحان الله فوعدهن يوما لقيهن فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين يا سلام الحديث صحيح البخاري ومصل فكان من ضمن المجالس ان اكيد في وحدة فقدة ولدها وحزين عليه فارات يرفع معنوياتها ويبشرها قال ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها الا كان له الا كان لها حجابا من النار يا سلام فقالت امرأة فقدة اثنين ثلاثة بك اثنين قال واثنتين فقال واثنتين في رواية ايضا وواحدة سبحان الله من تأمل في هذه المرأة عندما قالت غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك سبحان الله هي لا شكنا لم تكن تعني استئثار الرجال به عليهم يعني كان النساء يحضرن في المسجد ويسمعن خطبته ومواعظه صلى الله عليه وسلم لكن وجود الرجال يعوقهن ان يسألن عما يعنيهن من خصوصيات وان يراجعنه فيما يردن ولذلك طلبن مجلسا خاصا ثم انه عندما حضر تحدث معهن فيما يباشر حاجتهم وذلك بحديثه عن ثواب الام التي تفقد ابناءها فقد كن الامهات يفجعن بابنائهن في المدينة لكثرة الاوبئة فيها فكان في حديثه نوع من السلوى والتعزياء والتصبير لهن رضي الله عنهن وصلى الله على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ايضا من هديه صلى الله عليه وسلم مع المرأة انه كان يعني يسعى في امورهن وقضاء حاجاتهن وتستغرب لمن احكيك يا ما القصة الغريبة هو بمقامه وانشغاله لكن لا يمنعه ذلك انه هو يقف مع مرأة مظلومة او صود لحقها يقف بنفسه مش يكلف واحد بنفسه كما في حديث انس ان امرأة كان في عقلها شيء يعني خفيفة شوية فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة نبك شوية يا رسول الله يعني يحدد رويشة شوية قالت يا رسول الله اني لي اليك حاجة فقال يوم فلان انظري اي السكك شئتي حتى اقضي لك حاجتك قالت عندي موضوع بنحكي لك قال شوف اي شارع ولم كان حظر فخال معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها هذه امرأة كان في عقلها شيء تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب فيلبيه لها هذا يدل على ماذا يدل على على عرف معلوم عند عامة الناس حتى جرعت عليه هذه المرأة اللي في عقلها شوية خفيفة طبط منها كي موضوع عندي حاجة مليش نحكيها قدام الناس ممكن شوية قال له هاي شوية حتى عدي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فانطلق به لبيته عدي بن حاتم الطائي من أسباب الإسلام موقف شافا قال عدي فوالله إني لعامد لعامد بي إليه يعني مشيه للنبي عليه الصلاة والسلام إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ماشي أنا والنبي في الطريق لقيتها امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته وقفته فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها حتى رحمته حتى رحمته يعني من نجعل من طول القيام قال قلت في نفسي ما هذا بملك هذا بيش أخلاق ملوك وهذا كله من رعايته بل كان يعني يرعى المسكينات منهن ويعودهن ويسأل عنهن ويصلي عليهن بالدعاء كما في حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم ويصلي عليهم لا يصلي عليهم أحد غيره ثم قال أبو أمامة اللي هو سهل بن حنيف أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يقول إن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقامها مريضة طال بها المرض فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها من حضرها من جيرانها آه كيف حرف لانا كيف حرف لانا وأمرهم إن ماتت أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث حتى يصلي عليها فتوفيت تلك المرأة توفيت ليلا فاحتملوها وأتوا بها موضع الجنائز عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم فوجدوه قد نام يعني بعد صلاة العشاء النبي نايم راقب فهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه يعني يقيمونهم من نومه فصلوا عليها ثم انطلقوا بها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها من حضر من جيرانها في الصلاة في المسجد فأخبروه خبرة قالوا يا رسول الله ما تتجين في اللي جينك راقب وأنهم كرهوا أن يهجدوك يا رسول الله يعني يوقذوك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم فعلتم لما فعلتم انطلقوا هيا فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على قبرها فصفوا وراءه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصفوا للصلاة على الجنائس فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنائس وهي في قبرها الله شوف الله عليك ومن ذلك صلاته على الأمة السوداء أمة سوداء كانت تقم المسجد تنظف المسجد فلما ماتت ودفنت من غير ما يعلم سأل عنها عن نبي صلى الله عليه وسلم فقدها ليش فقدها لأنه فقد الأثر المسجد ما عاش فيه النظافة وذلك التبخير والتجمير والتبخير يعني قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال يا رسول الله ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني يعني كان نمسغروا أمرها يا امرأة عادية ما يعرف حد قال يا رسول الله ماتت بليل وكرهنا أن ننقذك قال ألا كنتم آذنتموني أخبرتموني دلوني على قبرها فدلوه فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم فانظر إلى بالغ اهتمامه بهاته النسوة الضعيفات وانظر إلى سؤاله عنه وانظر إلى تفقده ثم انظر إلى عتابه لأصحابه إذ لم يخبروه لأنهم استصخروا شأنها ثم انظر إلى ذهابه إلى قبوره وإلى صلاته عليه وعندما صغروا من أمر الأمة السوداء لم يكن صغيرا أمرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أمة غريبة في المدينة لا قرابة لها ولا عشيرة ولكنه صلى الله عليه وسلم هو مأوى ومثابة الغرباء بل وهو أبو الضعفاء ولا يستسخر أحدا فالكل كل أمته ورعيته وأتباعه المؤمنون به لا يستسخر أحدا فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة حديث ذو شجود ولعل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يعني السرسل أكثر في الحديث عن النبي صلى الله وسلم والمرأة لأن أيضا من كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يخصهن بأنواع من الخطاب الذي الذي يباشر احتياجاتهن ولهن 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 به خصوصية يعني كان عند خطاب عليه الصلاة والسلام تتعلق بما يخص النساء وفي كتاب لصديق حسن خان رحمه الله يقول هذا الكتاب عنوانه حسن الأسوة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق النسوة حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله من حق النسوة هكذا كتاب حسن الأسوة أو الإسوة صح حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله من حق النسوة والصديق حسن خان جمع فيه فأوعى وهو تخصيصهن بأنواع من الخطاب الذي يباشر احتياجاتهن ولهن به خصوصي يعني تجد خطاب كثير مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات يقول عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شه أيضا لما سألنه مجلسا خاصا اجعل لنا يوما فوعظهن عليه الصلاة والسلام وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان عليه الصلاة والسلام وحديث ابو عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزد الحيض عن مصلهن قالت امرأة يا رسول الله إحداهن ليس لها جلباب قال لتلبسها لتلبسها صاحبتها من جلبابها هذا خطاب عليك قلتنا في البداية حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسول من حق النسوة هذا موضوع طويل نحاول لأن الوقت أزف وفي حديث كثيرة خطاب موجه للنساء بخصوصيات واحتياجات النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أستفتح به إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بإذن الله حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة الرسول صلى الله عليه وسلم والمرأة التي كان لها الحضور القوي والمؤثر في الحياة النبوية الزوجة والبنت والصحابية التي تتلقى الرسالة وتحمل الرسالة وتؤدي الرسالة ضد كل المجتمع الجاهل ما يضاد بالهدي النبوي الذي استنى طريقا آخر يجعل المرأة مكانتها ويفعل دورها ويحفظ حقوقها ويرفع منزلتها كما ذكر ربنا في القرآن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهديه صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال حتى ألتقلكم بإذن الله في الحلقة القادمة نستكمل هديه صلى الله عليه وسلم مع المرأة حتى ذلك الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة حياة القلب والأرواح حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدات اشتركوا في القناة